اهلا وسهلا فيكم في هذا الدرس في هذا الدرس راح نبدأ الان لما نضغط سر التشغيل بدي جسور اضافية تظهر امام الشخصية تبعيتي بدي ايطلع لي اربع خمس جسور اضافية طيب انا كيف بقدر سوى هذا الكلام انا بحتاج ادخل على ثيرت بيرسون في اشي اسمي عنا ثيرت بيرسون game mode تفوت على بروت شتنج بتلاقيه موجود هون game mode ممكن تضغط على العدسة هاي راح يفتح لك كمان هون طيب دعونا نفتح game mode الآن اذا ما فتحت عندك بهذا الشكل من اول ما فتحت راح تلاقيه فوق هون موجود انك بالخط الازرع مكتوب شوفه بالفول سكرين للبلو برنت تضغط عليها بيطلع لك بهذا الشكل ممتاز game mode لو فقدنا على view board بيطلع لي صور الديناسور هاي صور الديناسور بيطلع لك عن انه هذا game mode احنا بهمنا event graph الآن بدنا لما تبدأ اللعبة لما اضغط زر التشغيل بدنا ينشئ لنا مجموع الجسور كيف انا بعمل هذا الحكي اول اشي بضغط لما قلنا نضغط على زر التشغيل معناته event ايش هي begin play ممتاز جدا جدا طيب لان لما تبدأ اللعبة شو بدنا يعمل بدنا يعمل يعملنا امر معين اللي هو ايش يكرر الجسور يعني ايش يعني for loop ممتاز طيب الان for loop اللي درس عندي فيديوهات المجانية على اليوتيوب موجودة للبلو برينت بعرف ايش for loop الفورلوب مثلا من عندنا صفر لا قلنا اثنين الان صفر واحد اثنين صفر قيمة يعتبرها قيمة هو فعندك صفر واحد اثنين هاي ثلاث قيم يعني هذا رح ينفذ الامر عدة مرات شوفي دوارة هون يعني رح نفذ الامر عدة مرات كم مرة من صفر الاثنين هي ثلاث مرات ثلاث مرات لو حطيت انا من صفر لا اربعة رح ينفذها خمس مرات اربع مرات وصفر واحدة كمان هاي خمسة طيب الان انا بدي اعطي قيمة فباجي على الفاريوب بدي اضيف متغير في اللعبة بضغط هون وخلينا نسميها amount of نقول bridge bridge ممتاز القيمة هاي بدي تكون integer ممتاز باج سحبها من هون وبسحب عمل get طيب الbridge هات لاحظ هون انا مفيش قيمة بضغط compile عشان اشوف قيمة هاد compile صار عندي قيمة بديها اربع مرات تمام انا ممكن احط لو حطيت من واحد لاربع بتصير اربع مرات بس خليها على صفر مش مشكلة وبدي هاي قيم بدي ايها اربع مرات تكرر بس لما اوصلها وصلتها انا مباشرة هون من صفر لاربع قولنا خمسة فانا بقدر اعمل حركة تانية بسحب هيك وبعمل minus واحد افصل من هاي من هون بفصلها بضغط بس بس بفصل ووصل هاي هون الان ناقص واحد الان اربعة اللي هي القيمة الموجودة هون ناقص واحد ثلاثة من صفر لثلاثة اربع قيم ممتاز طيب الان انا عندي اربع قيم لل for loop طب ايش اللي بدي اعمله انا هون بعد ما ايش الاربع مرات بدي انا اخلي بدي اضف لي bridge فانا خليه اسوي function جديد اسميه add bridge ممتاز add bridge اضف جسر بدنا نقول له ايش هادا function ال function بقدر انا اجي هون واسحب ال function زي هيك واحطوه ووصل الان بدي اياه ينفذ هادا الامر اربع مرات طب انا add bridge ما فيوش اوامر لسه فانا بدي اكتب الامر هون ممتاز طيب ايش الامر بدي اياه بدنا spawn actor spawn actor from class طيب spawn actor from class يعني انشئ شخصية معينة طيب ايش هي الشخصية بدي اياها بدنا يضف لنا هاد الجسر طيب انا باجه الان هون الاسم تبع blueprint underscore straight bridge tpm باكدور عليه blueprint underscore لاحظ انت هي straight bridge tpm بطوط عليها ممتاز جدا 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 الان هو هيضف لي هاد الجسر طيب وين بدي ايضيفه بقول لك spawn transform موقع الانشاء وين بدك يتم انشاؤه خلي اضغط right click في هندي انا هون الزر اسمه split structure الان بدي افصلي اياها انتصار لي عندي location والدوران والدوران والسكيل الحجم بدي اتحكم انا بس باللوكيشن بالموقع طيب انا بقدر كمان اقسم هاي اعمل له split بس انا بديش اعمل split لهاي بدي اعملها بطريقة مختلفة بدي اعملها بطريقة مختلفة بكتوب له انا اصحاب هاي وكتوب له make vector باختار اخر واحدة تحت ممتاز لاحظر عندي x y و z بدل ما اقسمها بس احبها خليها بنفس الشكل اللي هي هاي بديش اخربط شكلها فعملت هاي برا وممتاز الان كمان من المهم نعرف انه انا الاندكس اللي هي عدد المرات بدي التكرار بده اوصلها انا هون في الاد برج كيف بضيف هون على الاد برج بده اضيف الاندكس باجي على الاد برج اللي هو الملف هاد وباجي بضغط على انبوت هون في عندي زائد الان بقول له هون خلينا نبتو هنا اندكس ونسميه ونختارها انتيجر ممتاز لاحظ اعطاني واحدة هون لو ضغطت انا الان كومبايل سيف لاحظ انا في عندي اندكس هون فهي رح تظهر الان هون فبقدر اوصلها هيك اشي بجنن ورائع ممتاز طيب الان احنا ايش اللي بنا نسوي كل كم المسافة الموقع الوكيشن كل قديش المسافة اللي بدنا اياها في الاندكس هاي بنا نوصلها خلني اجي على اللعبة تبعيتنا بدي اقيس طول الجسر انا هاضي الجسر بدي اطلع عليه من ساوين فوق اخذ نظرة وقيس طوله فايش بعمل باجي على الاندكس بضغط على top ممتاز الان انا عندي المنظر العلوية وبقدر اضغط طبعا ممكن اخذ انا هون مثلا لت او مثلا وير فريم ممكن تظهر عندك بهذا الشكل ممكن تحط ان لت ممكن تشوف انت براحتك هاي را تظهر على ارجح عندك بشكل وير فريم طيب الان بدي اخذ من الزاوية هاي من هون من هاي النقطة من هون المسافة لا هاي انت زاوية هون طيب كيف ادي اقيسها بس ارجع لورا بالماوس اضغط على عجلة اللي موجودة عندك وضلك ضغط واسحب لاحظ صار عندي مسترة ممتاز الان بدي اوصلها من هون لهون تقريبا تقريبا المسافة 6750 6750 نيجي هون بنا نسجل القيمة خلينا نضيف نسحب الاندكس نقوله الضرب اوكي الان بدي اخلين بس هذا انه قيم عنا فلوت احول هاي الى فلوت الان 6750 و اوصل هاي هون في الاكس طبعا ليش لو وصلت بالاكس خلينا اقولك لو رجعنا هون لاحظ الاحمر هو الاكس هاي بالاكس بهذا الاتجاه بدي اياها فهو رح يصير كل 6000 ينشيها طيب خلينا نسوي save اجي انا عمل هون تكمبيل save وارجع اشوف هون الان كل اشي موصل خلينا نجرب نرجع هاي على perspective ممتاز نسوي play لاحظ ان شألي فيه جسور فوق جسور فيه اشي مخربة ليش لانا فيه جسر اصلا احنا منشئينه من الاساس فخلينا نمسح هذا الجسر كل ياتو ممكن نمسحه delete الان ما عندي ولا اي اشي بس لما انا ابدأ لانو انا عندي event بقيني play بقوله انشئ الجسور كومبايل اجي بلاي لاحظ اعمل لي الجسور من او ماددة اللعبة كم جسر عمل لي ضغط انا شفت F1 بوز ووقفت اللعبة اجيكت بدي اطلع برا لاحظ وهي جسر اثنين ثلاثة اربع اربع جسور نفس العدد اللي احنا حطينا في الاماوت فريج لو حطيت انا عشرة رح يزب لي عاشر جسور خلينا نشوف مرة ثانية خلي اوقف وضغط على هاي اجيكت واجد طلع برا طلع طول الجسر طبعا احنا ما رح ننشئ عاشر جسور ما في داعي احنا رح نسوي حركة لما نصير كل ما نمشي شوية لقدان ننشئ واحد واحنا ماشي ممتاز جدا 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 الان رح نرجع نرجع هاي الى اربعة بكفينا اربع جسور كومبايل سيف الان بهذا الشكل صار موجودة الشخصية طبعا من الوارد جدا انو الشخصية تبعيتك تكون في مكان ثاني يعني لو بدت الشخصية ممكن تنقلها انت على المكان اللي فيه الجسر يعني لو بدت اللعبة معك زي هيك لاحظ توقع الشخصية لتحت فانت بكل بساطة شو بتعمل بتحركها على اليمين في موقع الجسر اللي هون موجود فيه وبتشوف وين هي طبعا في انا شوية اشياء رح نزبطها طول ما احنا ماشيين في هاي الدورة هنصير نصلح في اللعبة تبيتنا ما في اي مشكلة ممتاز الان هيك نكون تاه هذا الدرس بشوفك الدرس اللي بعده يلا في امان الله مع السلامة اشتركوا في القناة